موبايل إنفينيكس نوت 12 لعام 2023 ممتاز للناس اللي بدهم جهاز لكل إشي إلا الأعمال الثقيلة فالمعالج هون من ميديا تيك أمتي 8781 ثمان النواة وهو بعطي أداء جيد جدا لكثير من الأعمال اليومية للمستخدم بالإضافة للألعاب الرامات 8 جيجا بايت وهي كافية بشكل كبير لتتعامل مع أكثر من برنامج في نفس الوقت أو إذا كنت من محبيل ألعاب فهذا الحجم من الرامات رح يفتح لك مجال تلعب ألعابك بحرية تامة بالنسبة للتخزين فهو يحتوي على 128 جيجا بايت للنسخة الأولى و 256 جيجا بايت للنسخة الثانية بحسب موقع جوال تيك بتوقع أن نسعات التخزينية هاي مناسبة لـ 90% من المستخدمين الشاشة من نوع أموليد بدقة Full HD بقياس 6.7 إنش أما فيما يتعلق بالكاميرات الكاميرا الأساسية فهي جاءت بـ 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.6 بينما الكاميرا الأمامية المخصصة للسيلفي فهي 16 ميجا بيكسل دقة التصوير بعتقد أنها راح تكون من متوسطة إلى جيدة وما بتوقع منها تعطينا أداء ممتاز أو تنافس في الفئات المتوسطة للهواتف من الشركات الأخرى لأنه فيه هواتف في نفس هاي الفئة السعرية بتعطينا أداء أفضل بالنسبة للتصوير والكاميرات إذن ما نحكي عن البطارية فهي بحجم 5000 ميلي أمبير وهذا الرقم خارق فراح يعطيك أداء يومي بالراحة من دون ما تحتاج إلى شحن الهاتف خلال اليوم فبإمكانك تستخدم الموبايل 24 ساعة قبل ما يوصل لمرحلة الشحن والبطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط عن طريق سيليك يو اس بي تايب سي مميزات انفينيكس نوت 12 2023 الموبايل جاء بالنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة انفينيكس المحدثة XOS 10.6 يتضمن الهاتف حساس للبصمة طبعا بيكون مدمج مع زر البور ويدعم فتح الهاتف من خلال بصمة الوجه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة Quad HD بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية هذا يعني تصوير الفيديوهات بدقة 2K بإطارات مناسبة عيوب هذا الموبايل لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K والهاتف جاء بخامات من البلاستيك وكان من الأفضل لو كان بخامات أقوى وأفضل بالنسبة للشاشة فهي لا تدعم معدل التحديث 120 هيرتز تدعم 60 هيرتز فقط والهاتف لا يدعم شبكة 5G بالنسبة للكاميرات فأداءها مش الأفضل من حيث المنافسة ألوان إن فينيكس نوت 12-2023 جاء باللون الأبيض أو الرمادي وباللون الأزرق وأخيرا بنسبة للسعر وصل سعره في الدولار 220 دولار أمريكي بسعر العالمي بينما بالدول العربية الموبايل لسه ما نطرح في الأسواق وما زلنا ننتظر تواجد هذا الموبايل في الأسواق حتى نخبركم كل شيء أولا بأول لايك من الأسفل ورأيك في الكومنتات في أمان الله